بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد النوعلى عالية وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في درس جديد في مادة التربية بدنية والدفاع عن نفس اليوم بإذن الله سنتقل إلى مهارة وخبرة تعليمية في مادتنا مادة التربية بدنية والدفاع عن نفس لكن قبلها سنأخذ مراجعة بسيطة على درسنا في العصة الماضية وبعدها بإذن الله ننتقل إلى درسنا اليوم وتعرف عليه وبعدنا إن شاء الله ناقض مراجعة بسيطة على درسنا إن شاء الله درسنا اليوم ننتقل مع بعضنا الآن إلى مراجعة إلى الدرس الماضي تكلمنا بحسن الماضي عن التعلق على العارضة ويتم التعلق وفقا للخطوات التالية واحد يقف الطالب مواجه للعارضة التي ينبغي أن يكون ارتفاعها أعلى قليلا من مستوى برعي الطالب وهما مفتوعتين للعارضة مثل ما قلنا حنا هذه العارضة أثناء رفع الطالب لذراعي تكون مستوى أو تكون أعلى من بشكل بسيط ثانيا يرفع الطالب ذراعي للأعلى ويم الجسمه للأعلى لنقل يديه إلى مستوى العارضة ثالثا يقبض الطالب على العارضة بالمسك من أعلى أي يكون باطن الكعفين مواجه للعارضة لاحظنا الآن الصورة أمامكم هذه باطن اليدين يكون مواجه للعارضة وظهر الكفين مواجه الجسم مع مراعاة أن تكون المسافة بين اليدين بالتساع الصدر لازم نحرص هنا يكون بين اليدين يكون بالتساع بالتساع الصدر رابعا يشد الطالب جسمه للأعلى ليكون مرفوعا عن الأرض ويصل إلى وضع التعلق والجسم بأكمله ممتد والنظر متجه إلى الأمام لاحظنا الآن براعية تكون ممدودة والظهر ممدود والجسم بأكمله والنظر يكون إلى الأمام هذا بشكل بسيط مهرتنا في الحصة الماضية ننتقل الآن مع بعض إلى تمريننا اليوم نابع الجميع يكونوا واقف وجاهز تمريننا اليوم الجميع الآن يكونوا واقف لابس زي الرياضي المناسب واختار المكان المناسب تمرين الأول عندنا المشي بالمكان بسرعة خفيفة عشر عدات ومننتقل للجولة الثانية عشر عدات الجميع الآن نقوم بالصحيح نظر يكون إلى الأمام مع بعض تمرين يبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة طال ثمانية تسعة تسعة عشر استمر الجولة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة ثمانية ممتازين تسعة أخير عشرة قف تمرين الثاني وقوف تسعة أخير أخذ خطوة للجانب والتصفيق عاليا والرجوع إلى المكان المتقال للجهة الأخرى وأيضا التصفيق عاليا الجميع جاهز مع بعض تمرين يبتدي واحد برجع مرة ثانية ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة استمر الجولة الثانية واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ثلاثة الأخير وقوف ثرعين في الوسط وأخذ خطوة للأمام ثانية وركب بشكل بسيط ورجوع إلى وضع البداية ثم القدم الأخرى ثانية بشكل بسيط والرجوع إلى وضع البداية الجميع جاهز تمرين ابتدي واحد نرجع مرة ثانية ممتازين ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية ثمانية تسعة أخير عشرة أبطال ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة عشرة قف رح من بعض في المكان أخذ الشيق والزفير فكرة جداً بسيط مرة ثانية أخير أخير تسعة أخير ننتقل الآن ونتعرف على موضوعنا اليوم اليوم بإذن الله سأتكلم عن التغوس الجسم أثناء مشاركة في أنشطة في البداية يجب أن نؤكد على عوامل أم والسلامة أثناء تطبيق المهارة في البداية يجب أن نتوفر مرتبة رياضية في الموضوع أمامكم في الصورة يجب أن نكون في مرتبة رياضية أثناء إيش؟ أثناء تطبيق المهارة وأيضاً توفر مساحة خالية حول المرتبة وأيضاً ثالثاً ضرورت القيام بالإحمى وتهيئة الجسم مثل ما سويني قبل شوي بعض التمرين البسيطة عشان نهيئ العضلات والمفاصل وأيضاً ضرورت توفر الشخص لديه الخبرة أثناء أداء المهارة وأخيراً مراعاة ارتداء الزي الرياضي المناسب أثناء أداء الخبرة التعليمية ننتقل الآن إلى التقوس الصحيح يعتبر تقوس الجسم من مهارات الثبات والاتزان لو لاحظنا الآن صورة الطفل أمامكم هذا الآن فيها ثبات وفيها اتزان على اليدين وعلى أيش؟ على القدمين التي تطلب دعم الجسم بقاعدة ارتكاز مناسبة حيث تمثل اليدان مثل ما قلنا قبل شوي عندنا اليدين تمثل قاعدة اتزان الأمامية وأيضاً عندنا قلنا اليدان والقدمان قاعدة ارتكاز مستقرة للجسم وهو في وضع التقوس لو لاحظنا الآن الجسم في وضع التقوس يكون الذراعين والقدمين وهي قاعدة الاتزان التي يتزن عليها الجسم وأيضاً مثل ما قلنا نحن المهارات التبات والاتزان عندنا من المهارات مهارات الاتزان في مهارتنا اليوم وأيضاً من المهارات الارتكاز وأيضاً التسلق واللف وخامسة للدوران وأخيراً الوثب والهبوط في المكان مثل الوضع أمامكم الوثب للأعلى والهبوط في نفس المكان وأيضاً تقوس الجسم عكس إنحناء الذي يتم بثني الجسم للأمام حين المعروف الآن أثناء أداء المهارة يكون إنحناء الجسم للأمام لكن مهاراتنا تقوس الجسم يتم تقوس الجسم إلى الخلف وتكون الحركة من الظهر اللي لاحظنا الآن الصورة الأمامكم يكون تقوس الجسم للظهر للخلف ويكون تقوسه إلى الخلف باعتمال على الأذراعين والقدمين الآن نخذ مراجعة بسيطة على درسنا اليوم صحة وخطة يعتبر تقوس الجسم من مهارات الثبات والإتزان هل هذه العبارة صحيحة؟ نحن قلنا الآن تقوس الجسم يعتبر مهارات الثبات والإتزان ممتازين أبطال وهو يعتبر مهارات الثبات والإتزان بكذا حبايبي يستطيع التعرفنا بشكل جدا بسيط على خبر التعليمية وهنا نتقوس الجسم بإذن الله لحظة القادمة سنطبق مع بعض نتقوس الجسم سنأخذ مقطع فيديو ويوضح لنا كيف نقدر نتقوس الجسم أو نؤدي المهارة بشكل صحيح لكن نؤكد نجد أن نوفر عوامل أمن والسلامة اللي ما عنده عوامل أمن والسلامة يكثف فقط بمشاهدة صور توضيحية والمقطع الفيديو يغطيكم العافية جميعا لحسن إنصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته